صباح الخير او مساء الخير عليكم اين كان الوقت اللي بتسمعوا فيه الفيديو طاقتك في الاول هقولك الطاقة بتاعتك في الاول انا شايفة الطاقة بتاعتك فيه قرار بالانفصال فيه قرار بقطع العلاقة دي طاقتك انت يعني ممكن الاغلب يكون الانفصال جاي من ناحيتك انت يا برج الميزان شايفة فيه علاقة حب ممكن يكون ده سبب الانفصال يعني ممكن تكون يعني دخلت علاقة حب تانية او بتحب حدي تاني شايفك بتوزن امورك شايفك متلغبت في الفترة دي بعضوكم منعزل وبيفكر كتير جدا في الفترة دي دي من ناحية الطاقة يا برج الميزان الطاقات اللي موجودة معاك في القراءة عشان منسيش اه انا شايفة فيه طاقة نيرية وطاقة هوائية وطاقة مائية اه وطرابية كل الطاقات موجودة الابراج اللي موجودة معاك الحمل السرطان الدلو الاسد العزراء اه 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 والجدي كتير كتير ابراج موجودة معاك في الا اه 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 موجودة معاك في القراءة اه اه نبدأ بالقراءة اه اه وضعك انت لوحدك ووضع الشريك لوحده ووضعك انت انا شايفاك منعزل ممكن يكون البعض مسافر او الشريك هو اللي يكون مسافر او تكونوا اه اه يعني من اه يعني بعيدة عن بعض من جنسيتين مختلفتين لكن في بعض في بعض في صفر في مسافة في شايفة في العلاقة الزوجية اللي انا بشوفها حاليا او الطاقة اللي موجودة معي دلوقتي انا شايفة قرار بانهاء علاقة القرار ده انت متردد فيه انت مش عارف اذا كان صح والغلط شايفك كمان يا برج الميزان حذر جدا وخلوا بالكو ان احيانا بتكون القراءة عكسية شايفة برج الميزان حذر من ناحية العلاقة اللي انت فيها مسيطر على مشاعرك بتحاول تسيطر على اعصابك فيه امور بالنسبة لك غمضة او تكون بالنسبة لطرف التاني فيه حاجات غمضة هو مش عارفها شايفة كمان انت عامل حساب يعني تعب او بيت اسبانة او كده يعني مش عامل يعني هو ده اللي انت عامل حسابه يعني لكن انا شايفة ان العلاقة دي كان فيها حب بس الحب ده ما بقاش موجود في العلاقة دي فيه رحيل فيه رحيل انت يعني الرحيل ده بعضك على فكرة ممكن يكون عنده يعني طاقة سلبية حسد سحر يعني فيه طاقة سلبية موجودة في العلاقة الزوجية اللي معايا دي انت كمان نظرتك للعلاقة يعني انها بتنهار يعني انت عشان تاخد قرار بالانفصال فكذا كرت قدامي انك تاخد قرار بالانفصال انا شايفة فيها علاقة فعلا بيعني مش مستفتة خالص شايفة فيها مشاكل كتير شايفات كمان بتفكر كتير جدا يعني انت بتحاول تسيطر على اعصابك وبتحاول تظهر بان انت قوي لكن شايفة يعني شايفات كتير بتفكر بس دكت وانت نايم بتفكر كتير في شكل العلاقة بتبص كمان احيانا على حاجات انت عملتها في العلاقة دي هتخسرها هتعمل ايه لكن شايفك هتمشي يعني انا شايفك بتسيب كل حاجة ومشي مش مستمر ايه شايفة قرارك ممكن يكون فيه تهور يعني ممكن يكون بعضكو القرار اللي هو واخده فيه تهور اه و و ممكن يكون تحت تأثير غضب او زعل او حاجة زي كده لان انا شايفة مفيش تفكير قوي او بالعقل او كده مش شايفة موجود في قراءة انا شايفة حزن شايفة بتفكر كتير متردد بتحاول تسيطر على نفسك بس شايفة متهور في القرار في ان انت تمشي وشايفة غضب شايفة زعل شديد جويك ده بالنسبة من ناحيتك انت وشكلك كمان انت هتستعمل اساليب كتير علشان عشان تعمل موضوع ده عشان ينسحبك او عشان تمشي او لو انت كنت قريدي مشيت خلاص فانت هتستعمل اساليب كتير عشان تحقق او تنجح اللي انت بتعمله بالنسبة للطرف التاني انا شايفة زيك يعني هو حاسس حملة تقيل عليه حاسس بصعوبة في العلاقة حاسس بما عنده مسئولية كبيرة هو حاسس بيها كمان شايفة يعني كتير بيلجأ لان هو يفكر عايز الموضوع يتم بحكمة او العلاقة تبقى فيها عقل شوية هو عايز بداية جديدة كمان يعني انا شايفاه هو شايف شكل العلاقة حاسس كمان ان هو مقيد في العلاقة دي يعني حاسس بتعب حاسس ان هو مقيد في امور كتير غمضة بالنسبة له مش واضحاله فهو تعبان كمان في العلاقة دي وحاسس ان عنده حملة كبير اوي فيها وخايف يطور او ياخد قرار او مش قادر ان هو ياخد قرار لكن هو عايز بداية جديدة على فكرة بعضكو هيكون هو الشريك ممكن اللي عايز الانفصال وعايز بداية جديدة عايز ينطلق عايز حرية يعني عايز يتحرر مش هو حاسس ان هو مقيد وهنا في الزفول هو عاوز يتحرر من التقايد ده وعاوز بداية جديدة النصيحة ليك بالنسبة لك للمتزوجين من برج الميزان انا شايفة ان العلاقة دي ممكن يكون فيه اشخاص تانية بتتدخل فيها لو العلاقة الزوجية دي فيه اشخاص تانية بتدخل فيها يعني هنا الطارب يمسحك انك لازم تفكر وان تفكيرك يكون انت واسرتك وان ما يدخلش اي اطراف خارجية في العلاقة الا كمان لو يكون بينسحك العلاقة الثلاثية ممكن تكون هي سبب يعني سبب الخسارة في العلاقة دي او او فشل العلاقة دي او المشاكل اللي بتحصل في العلاقة دي او هتكون كمان لو استمرت هتكون سبب في انهاء العلاقة دي تماما العلاقة الثلاثية لو برج الميزان موجود في علاقة ثلاثية المطلوب منك ان انت تتعاون او ان انت تستشير حد يكون بتصق فيه عشان تقدر توصل يعني لحل يوصل العلاقة للسكرسي ده الزسان يعني لو انت عايز العلاقة تستمر وانت عايز تطور فيها او عايزها للاحسن او ان انت تكون مبسوط او سعيد في العلاقة او حاول تفكر بشكل سليم حاول ما تدخلش اشخاص في العلاقة سواء انت او الطرف التاني او كمان حاول تسأل حد تستشير حد او لو في لو موجود في علاقة ثلاثية يبقى قرارك انك تنهي العلاقة اللي انت موجود فيها تماما او تنهي العلاقة السلاثية تماما علشان انت كده حيرة يعني حيرة انا شايفة القرار اللي قدامي فيها حيرة كتير او بالذات ان انت كمان في عندك العلاقة سواء اللي انت موجود فيها دي او اللي انت رايح لا انت بتحس ان انت في علاقة قدرية يعني انت بتحس انك في حاجة هي ده نصيبك بس انت مش عايز كده او الطرف التاني مش عايز كده كتير بتوازن امورك كتير محتار بتفكر في حاجة انت مش عارف تجيبها ازاي حاجة انت بتفكر فيها كتير في نفس الوقت انت خايف من خسارة مش خسارة مادية بالمعنى لكن بيت وقسرة وحياة فانت باصس لحاجات كتير انت عملتها في العلاقة خايف تخسرها بالتوفيق للجميع ان شاء الله دي كانت الكراءة العاطفية بالنسبة للمتزوجين ودي كانت النصيحة بتاعتكم اتمنى جيكم التوفيق والسعادة والوصول لقرارات سليمة بازن الله ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عندي مفاجآت كتير جدا هنعملها في المرحلة اللي جاية في القناة ان شاء الله نروح للمنفصلين والمطلقين من برج النزام الكراءة هتكون عبارة عن ماضي حاضر مستقبل تفكير الطرف الثاني لو انت عايز تعرف ايه اللي في تفكيره عشان لو عايز رجوع او كده والنصيحة بتاعتك الطاقة الاولى الموجودة بتاعتك الزتاور البرج فدي يعني طاقة الانفصال فعلا او دي هدم علاقة رغم ان انا شايفة قدامي في علاقات لسه ما تمش فيها طلاقة اللي ورا كده ان بعضكم يعني بالفعل بعد الهدم ده ابتدى يعني يبصل قدام يركز في نفسه او في حياته او في المستقبله ممكن يكون كمان البعض راح لعلاقة جديدة انا شايفة هنا في بعضكم راح لعلاقة او ابتدى في علاقة جديدة بعد كل ده المنفصلين الماضي بتاعك انا شايفة بعضكم يعني كنت في علاقة فيها تدخل من اشخاص كمان او تكون الانفصال كان بسبب علاقة ثلاثية شايفة القراءة ممكن تكون عكسية عشان تكونوا عارفين كان في علاقة ثلاثية شايفة طرف ندمين على خسارة زعلين على حاجات كتير عملها وما جابتش نتيجة شايفة علاقة حب ممكن يكون بعضكم نسافر في صفر لكن بالنسبة للمنفصلين والمطلقين انا شايفة في نسبة رجوع يعني في رجوع ممكن يحصل العلاقة من الماضي شايفك يعني بتبص على العلاقة كتير كنت مثلا عايز تحافظ عليها عايز برضو العلاقة دي الزوجية دي او قبل الانفصال كان فيها غموض كان فيها كلام حاد حصل كتير كنت حاسس فيها انك مقيد وانك مش عارف تعمل اي حاجة في حياتك في وضعك في ظروفك حزين دايما حاسس بخسارة يعني انا شايفك كنت في وضع سايق جدا في لغبطة كتير نوعا ما ممكن اقول ان انت كلك دور في يعني انت كنت يعني ممكن اقول عليه ممكن كنت سلبي شوية في العلاقة يعني شايفك يعني مش مفيش حماس يعني ما بين يا سلبي او حزين او مش بتتكلم او متهور ومنفعل وغضبان يعني ما بين كده وما بين كده في غموض ممكن ده اللي كان كتير بيوترك او بيوتر الطرف التاني سبب ان في حاجات هو مش عارفها بالنسبة بالنسبة للحاضر انا شايفة بعضوكم فعلا في علاقة حب بعضوكم انها يعني خرج من الماضي تماما الماضي ميت بالنسبة له حاسس ان هو في وضع راحة واستقرار وحاسس ان هو سعيد ممكن يكون متقدم لك عرض حبي برج الميزان او هيتقدم لك عرض حب انت حاسس يعني يعني بتزيك لو انت واحدة الستة يعني في برج الميزان انا شايفك وكأنك شايفة نفسك في احسن حالتك يعني شايفة نفسك حالتك كويسة ووضعك احسن انا شايفة وضعك الحاضر اه يعني احسن كتير من الوضع في الماضي ده بالنسبة للوضع الحاضر اه لكن بالنسبة لبرج الميزان نخلي بالنا اه يعني من علاقات اه يعني من حد يضحك علينا علاقات من غير زواج اه يعني علاقات اه اوت يعني يكون فيه هوا ونفس واسوسة والحاجات دي من ناحية علاقات او من ناحية التواصل او من ناحية كلام مع اشخاص لان انا شايفة هنا فيه كده كتير رغم ان انا شايفة برج الميزان سعيد جدا مرتاح اه عندك هدوء نفسي واستقرار نفسي لكن احذر اه من بعض الخبساء في الفترة اللي انت فيه هذي لكن انت سعيد وداخل كمان على حاجة سعيدة يا برج الميزان اه المستقبل باذن الله انا شايفك اه اه يعني عايز تكون حر عايز تكون منطلق اه بتقفل على نفسك اي مشاعر او اي ارتباط مثلا لو حد كلمك في حب حد كلمك في ارتباط انت في كل الكروت نسيطر على نفسك على مشاعرك اه عايز تعيش كده يعني عايز تعيش حر او عايز تكون في علاقة بس بحريتك مش عايز تكون اه مقيد خالص لان يعني الظاهر انك انت التقيد اللي كنت موجود فيه في الماضي ده التقيد والحزن والزعل الكتير اللي كان في المرحلة اللي فاتت انت اتعقدت منه شايفك هنا بتدفع عن نفسك هنا انت واقف حذر عايز تكون منطلق اكتر في حياتك او تحب بحرية اكتر او تختار اه زي ما انت عايز يعني ما يكونش حد اه يعني ليه كلمة عليك في الاختيار بتاعك انت عايز تعمل حاجة انت اللي عايزها وفي نفس الوقت ما تظلمش حد ده تفكيرك في المستقبل واللي انا شايفك كمان انك هتقدر تعمل ده هتبعد عن اي حاجة شايفك بتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تدايقك ممكن تأثر عليك او على تفكيرك اه يعني كتير تفكيرك في تحرر في اه في تغيير في تغيير جزء اي مش تحرر بس في تغيير من كل حاجة في المرحلة اللي جاية ان شاء الله الطرف التاني بيفكر ازاي او دماغه فيها ايه من ناحيتنا انا شايفة الطرف التاني يا برج الميزان عنده حب ليك في حب في حب وحب كبير جدا اه حاسس ان هو مخدوع حاسس ان انت خدعته حاسس ان انت سكته من غير سبب اه كتير بيفكر او يكون بيستشفي من العلاقة حاليا يعني هو حاسس ان هو يعني الطعم كتير في العلاقة او اتجرح كتير في العلاقة دي لسه بيبص على الماضي شريك بتاعك يا برج الميزان لسه بيبص على الماضي لسه بيفكر فيك اه لسه مستني منه التواصل او مستني ان انت اه تتكلم معاه او تبدأ معاه عنده حيرة حاسس ان هو مخدوع في حب كبير ده من ناحية الطرف التاني اه بالنسبة للمطلقين والمنفصلين النصيحة بتاعتك هي برج الميزان اه يعني تفكيرك صح اه يعني نصيحتك انك انت اولا اه ما تتسرعش في علاقات دي اول حاجة اول حاجة انت ما تتسرعش في علاقات ممكن دي ازاي اللي شوفنيها ممكن تكون انت في الوقت الحاضر اه انت كويس مرتاح وضعك مستقر اه كتير منكو بالنسباله الماضي مات اه حاجات كده يعني عندك سعادة في انتظارك اه بس ممكن تكون بتتواصل او بتتكلم او في علاقة حب هي ممكن تكون مستطقة للبعض منكو اكيد مش ليكو كلكو اه هي مستطقة او فيها نوع من انواع الخبز او اه او فيها اغراض معينة مش اه مش بريئة يعني فهنا برضو في النصيحة بتاعتك انك تحاول ما تتسرعش في العلاقات او في الارتباط اه لازم تفكر كويس اه قدر نفسك وشوفها بالشكل الصح انت كويس اه تستحق اه يعني اه اه انت قدمك فرحة كمان قريب واحتفال وبيقولك ان انت تستحق كده اه اه عندك كمان امنية اه انك تسع علشان تحققها او تكون انت بالفعل تسع علشان تحقق الامنية اللي عندك دي او اللي انت بتفكر فيها في امنية كبيرة عندك عايز تحققها وبيقولك اسعى ليها الامنية موجودة وهتتحقق ان شاء الله ده كان بالنسبة للمطلقين والمنفصلين لكن انا ما شفتش عشان اللي هيسألني ما شفتش فيه ارتباط في الوقت القريض يعني ما سيش ارتباط الا البعض انا شايفة بعضوكم فيه ارتباط هو في ارتباط فعلا حاليا او بيعيش قصة حب او علاقة حب اه بعضوكم يخلي بالو وبعضوكم فيه علاقة فيها سعادة وفيها استقرار وبعضوكم فيه رجوع من الماضي التقاطي اللي موجودة معي اه الطاقة النارية معيكو كتير الهوائية زيكو الطاقة المائية طاقة ترابية بسيط الابراج اللي موجودة موجود معك برج الاسد الجادي اه الدلو الخوط الميزان السرطان اه العقرب يعني هي دي والعزراء اه دي الابراج اللي موجودة معيك او اللي اناش قدرت اشوفها حاليا لكن كل التقاط اه موجودة معك في القراءة اه حظ سعيد وموفق للجميع ان شاء الله ونروح للعزبين والغير مرتبطين من برج الميزان بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين اه طاقتك الشهر ده برج الميزان انا شايفك اه يعني اه بتحتفل مبسوط اه في حاجة جديدة عملتها او ممكن يكون بعضكم داخل في علاقة جديدة او في حالة حب اه لكن شايفة اللي بعد كده تباعد اه وعلاقة ثلاثية مش عارفة ليه برج الميزان اطاقتكم النهاردة معي فيها كتير علاقة ثلاثية كلكم المتزوجين والمطلقين والعزبين الطاقة بتاعتك في الماضي انا شايفة في علاقة ثلاثية ممكن تكون انت اللي كنت في علاقة ثلاثية او دخلت مع حد اه في علاقة هو عنده طرف تاني اه بس انا شايفة انك في الماضي كنت في علاقة كنت مبسوط بها جدا سعيد اه حاسس بنفسك حاسس اه يعني اسعت حاجة في الدنيا كنت واحد وضع الزصان اه كنت حاسس ان هي علاقة مناسبة ليك بس العلاقة فجأة دخل فيها طرف ثالث او انت اكتشفت ان انت طرف ثالث او في طرف ثالث اه اه كل الحاجات الاولى دي اه اتقلبت اه شايفة شايفة كمان علاقة كان فيها مشاكل كتير جدا لكن العلاقة فيها حب يعني كان فيها حب وفيها حب قوي يعني كل كروة الحب موجودة كان فيها حب وحب كبير كمان وكان فيها توازن وفيها تناغم انت حاسس بانتك حاسس بنفسك فيها حاسس كمان ان دي اه تنفع علاقة تكون الزواج او تكون الاستقرار يعني انا شايفة كل تفكيرك في الماضي في العلاقة ان هي علاقة كويسة وصالحة وتنفع زواج وحب واستقرار واطفال وكل حاجة لكن فيها مشاكل او فيها تدخل من اشخاص وفيها طرف تالت عند البعض اه الحاضر بتاعك اه انا شايفك اه حاليا انت صابر على حاجة في حاجة مستنيها او حاجة مستني النتيجة بتاعتها انت في حاجة صابر عليها اه كمان في عندك كتير تفكير في ناحية مادية او استقرارك المادي او ان تعطيلك عن الارتباط او عن الحياة انك تبقى بزروف مادية انا شايفة مسيطر عليك في الحاضر الناحية المادية جدا الطاقات اللي موجودة معك في الكراءة انا شايفة المائية الهوائية والنارية والترابية كل الطاقات موجودة والابراج والاسد العزراء الميزان ممكن بعضكم بيحب حد من نفس البرج اه الجوزاء اه قلنا الاسد موجود اه اه دي الطاقات ودي الابراج اللي موجودة معك في الكراءة اه انا شايفك في الحاضر انت كتير بتفكر في موضوع المادة بتحاول تسيطر على موقف انت بالفعل موجود فيه بعضكم حاسس بظلم عايز ينتصر على حاجة اه يعني في حاجة كمان انت مستني النتيجة بتاعتها في حاجة بالنسبة لك هي اهم حاجة يعني هي اللي هتغير حياتك كلها وانت مستني النتيجة بتاعتها اه الحاجة دي ان شاء الله انا شايفها هتتحقق قريب اه عندك كمان استقرار مادي واستقرار عاطفي في الوقت القريب ان شاء الله اه شايفة بعض ممكن بعضكم انتفصل عن حبيبه حلين شايفة بعض وشايفك حذر شوية او الحبيب هو اللي يكون حذر شوية اه شايفك في المستقبل اه يعني كتير هتبقى زكي وشاطر وناصح يعني انت زكي يا برج النزان اه لكن هتكون عندك اه يعني اه هو بصه هو كده كده العام ده عام تغيير انا شفتك انت وبرج السور يعني كذا برج في عنده تغيير جذري في شخصيته انت المستقبل بتاعك اه هتكون حذر شوية هتخلي بالك لان انت في الماضي بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين انت جرحت كتير خدت عنات كتير اتغدر بك كتير مش اه مش هتقدم حبك لأي حد اه كمان خلي بالك في المستقبل من اه خداع او سرقة او اه او احتيال بيزداد في مشاعرك لان احنا هنا بنتكلم عن العاطفة اي اي عرض حب يتقدم لك في الفترة اللي جاية حاول تفكر فيه كويس جدا يعني فكر بعقلك وما تفكرش بقلبك في الفترة اللي جاية اه او وازن بين الاتنين لكن اه اي عرض حب يتقدم لك فكر فيه كويس وما تقدمش فيه حاجة غير بعد ما تشوف العرض ده مناسب ليك وتحبه او يعجبك ولا لأ اه كمان عشان تقدر توصل لعلاقة حب نكحة اه في المستقبل انا شايفك شوية من وقت للتاني هتكون ببص على الماضي هتكون حاسد بخسارة لا حاول تخرب من شعور الماضي والخسارة علشان تنتقل لمرحلة جديدة لان انت عندك مرحلة جديدة في الوقت اللي جاية او في الفترة اللي جاية ان شاء الله اه فيه عروض حاليا بتتقدم لك او ناس حواليك او معجبين لكن انت لا تبالي وشبه مشواخي تبالك لبعضكو فيه تفكير شوية في حاجات تانية او في الماضي لسه اه النصيحة بتاعتك حاول توزن امورك حاول تكون عادل انت برج الميزان طبعا عادل عندك برج الكوس كمان معاك يا برج الميزان اه وبرج الصور اه اه يعني حب النصيحة بتاعتك بتقولك حب اه بس ما تقيدش نفسك اه ما توصلش لدرجة الخسارة اه حاول تخلي يعني الامبراطورة اه تكون في الوضع ده يعني وانت بتحب ما ما توصلش لدرجة البهدلة او ان انت تتنازل او ان انت اه تعمل حاجات انت ماينفعش تعملها لأ عايش حريتك حاول توازن في تفكيرك بين قلبك وعقلك اه عندك علاقة حب جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله ولو مش موجود ولو انت في علاقة حب هي العلاقة دي سلميت اه يعني هي علاقة حب ان شاء الله شايفها ابدية شايفة فيها نجاح اللي ما عندوش اه يخلي باله اه هو هيجيله علاقة حب كويسة ويخلي باله من العروض اللي فيها اه غشة او خداع او كده في الفترة اللي جاية تخلي بالك وبيقولك انك تفكر بعقلك قبل قلبك ده بالنسبة للعزبين والغير مرتبطين شكرا للمتابا شكرا للمتابا